السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد التي تعتبر فيديو بونيس إضافة سنرى فيها تعريف بالمقاومة والوشيع أنقرأ هذه المقدمة لدينا مقدمة وحيدة فقط أنقرأ المقاومة الكهربائية هي خاصية فيزيائية تتميز بها الموصلات المعدنية في الدوائر الكهربائية تعرف على أنها قابلية المواد لمقاومة مرور طيال الكهربائي فيها وهي إعاقة مادة لمرور طيال الكهربائي أي أن الطيال الكهربائي كنعرفوه والإلكترونات خلالها وتحدث الإعاقة في مادة سواء كانت من الموصلات كالفليزات أو غيرها من الموصلات ولكن بدرجات مختلفة يلزم للإلكترونات تغلب على هذه المقاومة للوصول إلى تعادل في الشحنة كتعرف جميع بأن جميع الموصلات اللي هي كهربائية فهي عندها واحد المقاومة يعني أي سلك في اللي يزي سلك ديال النحاس ديال الذهب ديال الفضة فهو عنده مقاومة ولكن كتكون مختلفة بين سلك والسلك تكشعلاش في الإلكترونيك وفي الكهرباء كنسعملوا النحاس النحاس لأن النحاس هو واحد الموصل جيد للإلكترونات والمقاومة كنعنيو بها جميع الموصلات اللي يحبثوه أنه ميدوش وميع الموصلات اللي يحبسوه شنو كننسعملوه نسعملو هاد المقاومات الكهربائية هاد المقاومات شنو الدور ديالهم هو أن داك التيار اللي يشي اللي يشي في سلك الفليزي كنديرو لي اعاقة يعني ما اخليوش يدوس كما كتشوفو هنا هاد الصورة هاد معبيرا اللي نبريكم يعني دائم مني تسمعوا التيار حاولوا اطربطوه بحل الماء والمقاومة بحل ذكى precedنية عنش! لانتنock من جود الأقل دائماً تيشاف من wait shore أزياد بل مضع والموقع سنتقوم بالزائر محلول قليلاً يعني المقاومة كبيرة المسدود محلول مزيان يعني المقاومة صغيرة فالتيار يدوز بزاف وغد رجعوا لها الصورة وغد تشوفوا على واحد الحاجة كما كتشوفوا شنو قلنا هنا عندنا بطارية عندنا اسلاك عندنا واحد المصباح الأسلاك أربطهم دائماً بدك تيو الأسلاك هما تيو والتيار هو الماء اللي غادي يدوز في تيو إلا تنطلقتي مع أي بطل افتراض غايلوا جميع الدروس ديال الكهرباء أي حاجة قريتها في الكهرباء غايتولي تفهمها حيث نفس اللي كينطابق على الماء كينطابق على التيار هانتم كما كتشوفوا هذا مثلاً واحد تيو وهذا اللي بالحمر هما الالكترونيات لي كيمطلولينا التيار داب التيار مني كيدوز هنا ما كيناش مقاومة كيدوز مرتاح هنا كنديرولي واحد المقاومة صغيرة كونه كتره؟ وانتم كتلاحظوا معي هنا التيار كيد تحبس كي بديدوز بشوية بشوية من هنا وهنا شوفو هنا فرق بين هالبلازة حيث دارتها المقاومة حيث دارت إعاقل مرور تيار هنا منيك ندير مقاومة كبيرة لاحظوا معايا تيار كي بديدوز بوحد القيمة ضعيفة علاش حيث حيث حبسناه كذلك إلا جينا الحالة دينا المثال دينا الماء الماء إلا زيارتي بشي بلاستيو فالماء غدي بديدوز بشوية ولا رخفتي يعني رمكينش مقاومة غرج على تصورة دينا العجيبة شنو قلنا هنا يا هنا منيك نحلو روبيني شوية يعني خلينا غير شوية دي الماء اللي يدوز يعني شوية دي التيار اللي يدوز هنا المقاومة هي اللي كبيرة هادي محلول محلول يعني ما كيناش مقاومة كل شي كيدوز ولا المقاومة كتكون صغيرة أما هادي اللي الوسط ليش كتنتامي؟ يلا اللي عرفها ليين عرفوه مجهد ليش كتنتامي هادي اللي الوسط ليهي مسدود واش كينا مقاومة؟ غديش فكروا معايا لا ما كيناش مقاومة واش كينا مقاومة؟ فعلاً كان مقاومة وهذا المقاومة باش كنكتبوها كنكتبوها زائد مالا نهاية وشنا هي العنصر في الالكترونيك ولا في الدوائر ذينا اللي عندو زائد مالا نهاية عرفتو شنا هو هو قاطع تياركا قاطع تياركا هو واحد المقاومة كبيرة ذاك شاش ما كتخليش أصلاً هي التيار يدوز مني كنحلوها يمكن تكون وصلها تقوم هذا الفكرة هذي واحد المقاومة هذه قد تكون كبيرة شوية وهذي واحد المقاومة صغيرة كنت قدرة تلقها 10 اوم 20 اوم 1 كيلو اوم اسألها سبيل المثال الوشيعة شنا هي الوشيعة هي واحد تسلك من نحاس يعني واحد تسلك طويل في 11 متر والفوق شنو كنديرو كان سبغوه يعني كيولي معزول كامل كيتسبغ بوحد المادة وكان نقاول الويو حتى كان حصلو على هذ على تشكل هادا ومن كان حصلو علي بحاله كدارة كيولي عندو واحد تأثير وهي واحد الوشعة اخرى الفرق بين هاد الوشعة وهاد الوشعة هي هاد الوشعة القلب ديالها شنو كيل الوسط الهاوأ فقط أما هذي كيل الوسط ديالها واحد المادة ليهي الحديد حانتوا ما كمما كتشوفوا هذه وشعة وربطناها مع واحد دارة وكيبدأ الطيار يمر في الدارة خاصة يمر في ذاك سلك كامل وخا يكون في خمسين متر خاصة الطيار يدوز في ذاك الخمسين متر كامل ويدوز ويرجع القطب السالب وعود يرجع هادا با غادي نفسرو كيفاش كتخدم هاد الوشعة هانتو ما كما كتشوفو هادا سلك سلك عادي اللي كمسرح بحالاكدا كندوزو في واحد تيار كعرابي مني كندوزو في واحد تيار كعرابي مني كي تخلق واحد الحقل ميغناطيسي على داك سلك الكامل عبارة عن دوائر هانجنو كنديرو كنديرو كندوزو كندوزو داك سلك كل وي ولك ويضعو لاحل حقل بحالاكدا ذاك الحقل بحالاكدا ولكن ستعملوا وسط ذاك الوشعة كنسةعملوا واحد القالب من الحديث علاش باش نكبرو ذاك الحقل الميغناطيسي حيط كلما كبرنا الحقل الميغناطيسي كلما غادي تولي عندنا ايل كبيرة تجد عروفو ايل معامل التحريط ذا الشاشة نترك القلب وسط اللي هو هنا في الصورة ما ينظره اللي هي تنشأ حقل المغناطيسي هنشوفوه هنا ما ينظره ينظر اعاقل التيار الذي يدوز تتغل في تسلق لايessa ينظر احجبه لديه واحد اعاقة ما كنخليوش يدوز مزيان بحل شكل ديال المقاوامة غي هو الفرق اللي كاين هو ان التيار في الحالة دي الواشعة كيبدا يتغلب على الواشعة يعني كيبدا في الول محبوس كالقاراسو محبوس من بعد كيبدا يدفع 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 حتى كيتغلب على الواشعة وكيبدا يتلع بحالة كده هنتم ما تشوف هذا والتيار وهذا من بداية الزمن الى النظام الدائم دابا الواشعة مني كننغلق وقاطع وكيبدا يدفع يدفع يدوز يعني وخال الواشعة ما بغاش يدوز وسطها هي كتبقي التيار كيبقى يدوز 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 حتى كنوصلو ننظام دائم نظام دائم هو ان التيار داز قصوي يعني كيالحالة القصوية ديالو ما عندو فين يزيد صافي ولا كيدوز مرتاح الواشعة هنا في الحالة راه ما بقاش عندها وجود راه بحالة ولات دبا كانت عندك واشعة بحالة كده واشعة وعندها واحد المقاومة داخلية بحالة كده دابا في النظام انتقالي هادي متافق مع كينا ولكن في النظام الدائم ما را كتولي غاية واحد السلك صافي ما بقا عندها وجود كتبقى غير ذاك المقاومة الصغيرة اللي تيكون توتر ديالها هي ذاك AR صغير توتر بين مربطيها أما ذاك EL راه ولاتك تساوي سافر حيث في النظام الدائم هاد شي اللي كان شوفوه هنا نفسه ها انتم هنا مني كان كي خالف السفر شنو كي ترى كي بدا تياري هبط توتر بين مربطي الواشعة عفون توتر بين مربطي الواشعة كي بدا ينزل نازل 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 علاش حيث الواشعة بدت تجهزم بدت صافي مغلوبة على أمرها وصافي ما بقاش قادرة تصبر كشفها غادة 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 تسنهبطو هنا ولا لاحظوا معايا لاحظوا معايا واحد الحاجة هو ان هنا ربقها واحد شوي دي الفرق وخاصلنا النظام الدائم يعني المنحانة ملسقش في الطي علاش ملسقش حيث باقى ذاك ER صغيرة المقاومة دي الواشعة وهذا هو الدور دي الواشعة والدور دي المقاومة اللي نزيدو هو ان الواشعة بحشكل دي المقاومة غيهية بحالة قلتو متغيرة يعني المقاومة كانت تخلي التيار يدوز بواحد القيمة فقط ماشي variable غير متغيرة الواشعة كتبقى متغيرة يعني كتكون بواحد القيمة كبيرة او كتبقى ذاك المقاومة غادة وكتتغير لها حتى كنوصل الواحد للنظام دائم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة